دكتور يعني زي ما حكيت قبل قليل بأنه الإرهاب بغير شكله بيطلع بأجيال جديدة بأشكال جديدة بصور جديدة إحنا أحياناً قد نكون غير متوقعين لها أحياناً في موجات بنشاهدها إرهاب فترة معينة من الوقت من السنوات بيعاني منه كل الدول بعاود بيختفي بعاود تطلع موجة وشكل آخر جديد خلينا نتحدث عن هاي الخلايا النائمة كيف بتجدد شكلها كيف بتنام بتعاود مرة أخرى بتصحى حتى يكون في يقضى كمان عند الأفراد وعند المواطنين من الوعي بأنه إذا خفت موجة هذا لا يعني بأن الإرهاب انتهى هو بطبيعة الحال الإرهاب كامن في العالم يعني ليس في دولة معينة الإرهاب كامن يتحين الفرصة للإعلان عن نفسه إيه اللي بيخلي أحداث إرهابية تحدث في العالم بصورة أو بخرة عايزة أقول لحضرتك لو عملتي بحث يومي على عملات الإرهابية في العالم هتلاقي معدلاتها بتحصل في مناطق مختلفة أو في أقاليم مختلفة الإعلام هو اللي بيركز عليها يعني حادث إرهابي في الولايات المتحدة غير حادث إرهابي في مالي أو في دول الجنوب لكن الإرهاب يحدث بصورة أو بأخرى أنا عملت حاجة من كام يوم العملية الإرهابية اللي حصلت في سيناء منذ أيام العملية الأولى غطتها كل وسائل الإعلام كل على حسب توبهات وعلى حسب الأهمية لأنه في النهاية أنت تتحدثي عن بلد مستقر آمن جزء من اللي جرى أنه مصر دفعت تكلفة عالية لمواجهة الإرهاب سواء من أجلس الأمن الشرطة المواطن العادي البسيط وبالتالي ما تحدث عملية إرهابية أنا لازم أقف أمام أمري الجزء من تجدد بعض العملات الإرهابية ليست لارتبطها بأحداث معينة البعض ربطها بمسلسل اختيار ربطها بأحداث في مصر ربطها بتصريحات معينة أطلقت لكن هذا غير صحيح الإرهاب كامل في مصر يتحين فرصة كما يتحين فرصة في العراق في الأردن في الجنوب جنوب الساحل والصحراء وفي منطقة الخليج العربي بطبيعة الحال والمنطقة المغربية حديثي ولا حرج وبالتالي إحنا لابد أن نقف أمام خصوصية كل تجربة خصوصية كل تجربة تختلف حسب البيئة على حسب البيئة الظروف المحيط الإقليمي اللي حاجت بتتكلمي فيها الرئيس سيسي تمال يقول عبارة جميلة جدا هي إنه الإقليم مضطرب بكل ما فيه إقليم مضطرب فإحنا النهاردة في بلدنا في مصر الحمد لله أما يحدث نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمناخ اللي حضرتك شايفها ده إحنا كمصر دفعنا تكلفته عالية والعراق دفعت تكلفته عالية وسوريا دفعت ولا تزال تدفع بصورة أو بأخرى وبالتالي الإقليم بيدفع تمن ده دفعنا